معنا الآن الممثلة ممثلة لستاندوب كاميدي والناشطة الحقوقية بالتحديد المناصرة لحقوق الأشخاص ده والإعاقة ميسون زايد أهلاً وسهلاً فيكي ميسون هلا بيج أنا كثير مبسوطة وأخيراً قدرت أنه ألتقي فيكي ومش بس ألتقي فيكي على الصعيد الشخصي صحيح أنه أنا ألتقيت فيكي لوحدنا ولكن مبسوطة كثير أنك أنت اليوم موجودة بستوديوهاتنا عشان أحاورك ونحكي عنك عن جهودك عن أعمالك ورح نبلش باليوم اليوم المساء على الساحة سبع المساء رح يكون فيقلك عرب بمسرح الريمبو اسمه بنت بلد صح؟ طبعاً هاي مش المرة الأولى اللي بتعرض فيها بالأردن كان فيقلك عروض ماضية هاي مش المرة الأولى أول مرة بسوي ستاندوب كاميدي في كل الشرق الأرصاد كانت بالأردن أول مرة في الألفين واثنين وأنا كثير مبسوطة أني جايب بنت بلد أسويها هان قس هاي أول مرة بسوي هاي العط وهاي العط كثير كريبة على كلبي وأنا سميتها بنت بلد عشان أنا تربية أمريكا أنا أولدت في أمريكا ربيت في أمريكا وكل صيفية أهلي كانوا يودونا على فلسطين ولما نصيل يقولوا أنتوا الأميركان أنتوا الأجانب وأقولهم لا أنا بنت بلد سو المسرح الليلة عن تاريخ عائلتي في فلسطين بنظرة الكوميدي وليش أنا بدي أسوي تاريخ عائلتي الليلة في الرينبو عساة سبعة عشان إحنا عايشين هلا بوقت في عائلات كاملات عم بنمسحوا من الدنيا عمرنا ما بنعرف الكصص التاريخ تبعهم سو في هاي الوقت بقول إنه كثير كثير مهم إني أحكي تاريخ عائلتي وإني أسويه ببسمة بالضحكة بكوز أنا بحس إنه أحسن مناظلة في الدنيا الضحك ونعيش طب طالفي في ناس كثير هلأ مثلا لما ينقلهم إنه في عرض ستاندوب كوميدي أو أي شيء إنه علاقة بالكوميديا بيقولوا لنا الوقت مش وقت ضحك يا جماعة إحنا هلأ عم نمر بصعوبات بمقاسي بوضع الواحد يدوب قادر يضحك هاي الأوقات إيش رأيك أنا رأيك من الشغلاء أول إشي أنا بتفرج عن ناس اللي عايشين في غزة ضد كل اللعنت اللي هنا شايفين عايشين وشوف نشوف ناس بوركسوا بنشوف ناس بتجوزوا وبغنوا وبضحكوا بنشوف مهرجين أنا دايما بقول فيش إشي في الدنيا ببسط اللي بدهمش إيانا نعيش إني أنا ما أحكيش إني أنا ما أضحكش أنا بحس وإحنا مظلومين وإحنا مكبوتين فيش إشي أحسن من الضحك أنا بذكر أيام وأنا عايش بالمخيم بمخيم متهيشة ويكون في إجتياح يكون في الدبابات يكون فيش كهرباء نكون سكعنين ونقعد نضحك الضحك جزء من العيشة لازم نظل نضحك إذا إحنا ضلينا نبكي هنا ربحوا وعلاج؟ علاج؟ الضحك علاج؟ نعم تارفي لما الواحد بضحك دكت كلبه بتغير غصباً عنه برتاح فأنت اليوم موجودة عشان الضحكينا المسا إن شاء الله أنا بدي أضحكم بدي أبكيكم وبيدي مصريكم لازم تشتوا التذاكر اللي ظلوا عشان تكريباً صودعوا الظهب يروح واللي بدي يشوف يدي يجي الضحوة معي يضحك بلاسنان لازم يجي والله مش بيبلاش مش بيبلاش الضحك من هلا ببلاش عشان أنا على البنامج ما أجس لا إن شاء الله يا رب ما بتعملي بس هاتف قلت يجي مني فلاحي إني بحتيش عربي إني بحتي فلاحي إيش هو؟ أنا بحتيش عربي أنا بحتي فلاحي أنا جداً بستمتع لما أحضر فيديوهاتك وأنت بتحتي فلاحي بعدين الفلاحي مع الإنجليزي يعني عاملين هيك توليفة تاخد العقل هذا ما نسميه عربي 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 وإنجليش عربي عربي أحلى من ما فيه بركنا السيارة ويباركتها عربي ممكن ميسون أنا حكيت بالبداية أنه أنت ممثلة استانداب قاميدي وأنت كمان مناصرة لحقوق الأشخاص وبالتحديد حقوق الأشخاص دوي الإعاقة كتير بحب تنقل لنا الصورة اللي أنت من تجرب الشخصية مريتي فيها عشان نختصر سريعاً صار في خطأ طبي أثناء الولادة تسبب بإعاقة إلك منذ الطفولة وضلت طبعاً معاكي أنت مصابة بأشي اسمه الرعاش الدماغي بتوقع طبعاً هذا الموضوع ما وقف هون رح أحكي عن أهلك ولكن كيف حولتي هاي الإعاقة اللي صارت معاكي ولابد أنك أنت مريتي بكتير صعوبات ومعيقات بحياتك كيف حولتي هذه المعاناة الشخصية لحتى تنتقل لقصة نجاح عالمية تكوني فيها ملهمة لكتير ناس حول العالم هذا كله هدية من أبوي اللي أنا حبيت أهدي للناس التانين أنا لما ولدته كان إني عاقة الدكاترة قالوا لأ أبوي هاي البنت بنت تمشيش هلا ما فيش عيب إذا الواحد بمشيش وبستخدم كرسي هذا كلهم منيح بس أبوي عرف إني بقدر وهو تعب وهو يحط جريع جريع ويمشيني ودايما كان يوريني لكل الناس وكانوا في ناس يقولوا يا زلمة خبي هالبنت إذا الناس بيشوفوها رايح خواتهم ما يتجوزوش أبوي كان دايما يوريني كان دايما يدربني كان دايما فخور فيها لما أكبرت وبدأت سوي stand up comedy فهمت إن في أهالي ما بيحبوا أولادهن إذا ولدوا عندهم معاقة ولا ولدوا غير من الولاد الطبيعيين شو هو طبيعي عن جد وأنا حبيت إني أبدأ أسوي comedy أكتب دفتر كتاب عن العقاة عشان الأهالي يفهموا إن هذا مش صدمة هذا مش غضب الله هذا هدية من ربنا إن يكون عندك ولد عند عاقة بس أنت لازم تضطد تحلم في الولد اللي كان بالذكية وتربي الولد اللي قدامك سو أنا الله أهداني في أبو شدني ساعدني وكفني وخلى راسي دايما مرفوع أنا بدي صوتي يرفع الراس اللي ما عندهم أبو زيه دايما أنا بكون موجود دايما أنا بشجع دايما أنا بقول أنت عدالة وانت بتستهل كل شيء اللي البشر الثاني أنت مياه في هاي الكلمة اللي أبوكي كان دائما يحكي لك ياهو أظنها انتشرت عند كتير ناس بيعرفوا ميسون زاير يو كان كان تقدري إنك تقدري كيف يعني شو كان يقول لك لما يقول لك يو كان كان على إيش أهم إشي عن يو كان كان إن الواحد لازم يجرب لازم يجرب مرات بنسقط مرات بننجحش بس لازم الواحد يجرب صو لما أبوي كان يقول لك يو كان دو إيش يو كان كان كانت عشان إحنا ما كان عنا مصاري لعلاج طبيعي الدرسات الراكز كان أكل مصاري صو كنت أروح وأي وقت أخاف هو يعرف إني لما بتضرب وبركس ما بخاف لما بكون عن مصاري ما بخاف صو لما شاف إني بخاف من أي إشي في الدنيا يقول لي يو كان دو إيش يو كان كان لأن كان كان ركسه وكان يشجعني وأنا أعتقد أن الناس لازم يتذكروا أنا بديش الأولاد يشوفوني ويقولوا أنا بدي أكون زي ميسون لا عادي إذا أنت بتمشيش عادي إذا أنت بتحكيش عادي إذا أنت بتستخدم آيباد عشان تحكي مع الناس بس لازم تجرب وتعرف شو اللي أنت بتقدر تسوي كان كان مش أنا بدي أسوي زي ميس ميس بدي أتصير زي ميسون لا كان كان شو أحسن إشي ميس بتقدر تسوي شو أعلى طاقة بتقدري تسوي هذا كان كان من دول ما أقارن حالي بأي شخص كل واحد في عنده في حالة في حالة والمواهب اللي موجودة عنده من حاله ميسون لما كنت قاعدة معك هذا الأسبوع عجبني كتير الطرح اللي حكتي وأنا بأأمن فيه جدا اللي يعني بصير بفلسطين بالتحديد يعني الحروب موجودة بكل مكان بالعالم ولكن أنا بدي أحكي الآن عن اللي بصير بفلسطين إحنا لما نتطلع على الفلسطيني ولما يصير فيه حرب وقصف وقتل ومجازر وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني منقول هل فلسطيني عاش أو هل فلسطيني مات بس إحنا مننسى إيش بصير بالنص فيه إشي بالنص عم بصير العايش كيف عاش هل هو عاش بععاقة هل هو عاش بالشلل هل هو فقد نظره هل هو فقد سمعه كيف عاش الإنسان اللي عاش في منهم بيقولوا أنا لو بموت أحسن من الحياة فإحنا مننسى هاد اللي ما بينه بين ما بين الحياة وما بين الموت مع إنه هاي هي الحياة بس أنا كيف أحول هاي الحياة لقصة نجاح أول إشي إحنا إحنا الشعب الجمهور لازم نساعد اللي عاشوا بس كل حياتهم تغير زي ما أنت حكيتي إحنا بنشوف صور وفيديوهات لأطفال ما عندهنش إيدين وما عندهنش شجرين في ناس بتطلعوا عليهم بيقولوا الموت أحسن أنا بيقول لا الموت نسوا أحسن أنا بقول إنه إحنا لازم نركز مع هذول الأطفال ونعرف كيف بدنا نعطيهم حياة المشكلة هلا وين بدهم يدرسوا وفيش مدارس وفيش جامعات مين بدنا يعالجهم وفيش تكاترة وفيش دواء هذا مش لازم إحنا ننساهم لازم نظلم ركزين ونقول للأبد للأبد لازم نشغل إن هذول اللي صار فيهم وعاشوا نعطيهم أحلى عيشة أحلى يعيشة دايماً يشكروا الله إنه هن عاشوا بس إحنا الجنبهود لازم نشتغل معهم وبعدين فيه إشي ثاني بدي أحكيه دايماً لما إحنا بنشوف أي إشي عن فلسطين بنشوف أقفال استشهدوا نسوان المرأة استشهدوا إحنا بنحكيش عن الإزلام تبعنا الإزلام تبعنا لما بشوف أبو شايل ابنة على التلفزيون على الشتريمي بذكروني في أبوي وإحنا لازم نعد الإزلام اللي بيستشهدوا كدما بنعد الأطفال وكدما بنعد المرأة هنه ما بستاهلوا هنه مش رموهن من الفضاء عشان يستشهدوا هذول أبو أخو ابن لازم يعيشوا لازم نعدهم مش بس لازم نعد اللي يعاشوا عندهم عاقات لازم نعد اللي اقصدناهم شبابنا وإزلامنا هنه لازم نعدهم الله يرحمهم الله يرحمهم ما رح أسألك ليش انت قالت للستاندب قامدي انت كنت بمجال التمثيل كتير ناس بيعرفوا ميسون زايد واللي ما بيعرفوها كنت انت بمجال التمثيل كنت تمثلي على التلفزيون بعدين انتقلت للمسرح الستاندب قامدي ومعروف ان الستاندب قامدي فيه حرية تعبير أكتر بقدر أكون مستقلة أكتر بالمواضيع اللي أنا بحكيها من دون ما يكون فيه عليه رقابة أو موناثوري طيب عملتي الستاندب قامدي بأمريكا وأنا بدي أسألك عن أمريكا فيه نسبة كبيرة من الناس كانت تحضرك وتيجي وتسمع العرض اللي بتقدمي وهدول الناس فيه كتير منهم ما بدي أقول عنصريين بس هم مش عارفين عنصريين بعضهم معظم البلد عنصري معظمهم عشان معظمهم عشان معظمهم لا بس اللي إحنا شايفينه هلأ من الجامعات الأمريكية أظن أنه هلأ عم بيكون فيه تغيير أو بشكل أو بآخر بالحرية بس العنصري عنصري وبيضل عنصري وصعب تغييره أنا هذا اللي بقامن فيه لأن هاي العنصرية بتكون متجذرة بالإنسان فصعب إنك تغيريه ولكن فيه ناس مغيبة عن اللي عم بصير بفلسطين فأنا عم بحكي عن هذول الناس قديش غيرتي بوجهة نظر الناس اللي إجوا وحضروا الستاندب قاميدي اللي إنتي قدمتي بأميركا شو كنتي بتقولي لهم يعني أحياناً جملة ممكن تغير وجهة نظر ممكن تطرح كتير تساؤلات عند الواحد زي ما أنت كنتي واحدة من أكبر المشاكل الناس الجاهلين العنصري اللي بترهني عشان أنا مش نفس بشرة ولا مش نفس دينة ولا عشان أنا نساها هذا بدنا شيئا إرمي أصبالا بس اللي جاهل وبفهمش إشي أول إشي بخليه يضحك كيف بخليه يضحك بحكي عن شغلات بخص كلنا الحب الأحالي الأهالي البسس الشغلات اللي هن بحسوا أوه أنا بقدر أضحك مع هذا بعدين برمي لهم أنا فلسطيني ولا بحكي إشي عن العاقة بستنى أحكي عن الشغلات اللي بخوفوا الناس تاين هن حبوني تاين هن بدوا يضحكوا بعدين باعلمهم إذا بدهم يتعلموا بيتعلموا إذا بدهم إشي تعلموا بيضحكوا بس مين اللي بوتشلها العنصري بكز إحنا بنكون كاعدين بنضحك على العنصري بنعلم في الجاهل عشان يوكف مع الصح ومش مع الغلط بس بدي أحكي إشي عن القوميدي والحرية آه أنا أنا ممثلة وبمثلة على مسلسل في أمريكا ومثلت الدور الصوت في الكتاب تبعي شاني مسفت بس أنا بشرح التمثيل بكز زي ما أنت كنتي بحبش أي حدا يسيطر علي بحبش واحد يقولي أقعد هان أحكي هيك سوي هيك المصرح الليلة الليلة لو بدي أغير كل الساعة وأحكي سبعة ثمان قصص غير لستي وسيدي وأمي وأبوي بقدر أغير على المحل وفيش حدا بقدر يقولي لا بقدر ينتشوني عن المصرح وإن شاء الله مش رواي حتصير بكز أنا شطور عمرو حدا أعمل معاكم أنا في مصر واحدة اسمها فازة أبو اللغد إجي تجري بدها تصوطشني عراسي وأنا بيعرفش إنها هو وزير السفارة عشان مرات وأنا بنكت بنكي كلمة غلط مش مسبة بس بتغير كل الجملة وشوي فضحتها بس أنتو متخافوش الليلة تخافوش بس إن شاء الله إحنا مسالك نتخلنا بس أنا بدي أشكرك كتير كتير إنك جبتيني على البرنامج بكز هديك اليوم لما شفتك أنا بعرف إنك بزغاري إن إنتي اسمك مكسور وأنا اسمي كامل بس زي ما كنت إليك إنتي لازم بس تطلع على حالك ما تطلع عليك ميس اسم كامل إليك أول ما تعرفت عرفت عرفيها وشالتلي قالتلي عرفيكرة إنتي اسمك ناقص أنا إش في عنده أنا ميسون وهي بس ناقص يا ستي الميسونات شو بدنا أحلى من هيك أحلى من هيك مع فيه وأنا راضية كمان بدنا الناس يأتيوا عن ريم بطيرة لا لا ويروح على ميسون داك كام آسف أكيد طيب بدي أسألك كمان إيش في أشياء أنا حاطط لك إياها نخبطت؟ لا 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 بدنا طيب أنا ساعدة؟ لا لا شكرا تم إيقاف الكثير من العروض اللي كانت مفروضة إنك تقدميها هلأ يا أميركا لأنك أنت واقفت ضد الإبادة الجماعية ضد اللي بصير بغزة بتحديده بتواقفي وبتحكي سوشال ميديا وبكل مكان قديش خسرتي كيسون بأميركا؟ لم أعمل لك أحكي مصاري لم أعمل لك أحكي مصاري قديش الرقم؟ لا 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 بس قديش أنت خسرتي من وراء أنك أنت وقفت بموقف واضح بأميركا ضد الإبادة الجماعية؟ تخيلي الموقف تبعي الواضح إن أنا بقول ما حدا يقتل ما حدا يقتل أطفال وما حدا حياتي أمان أكثر لما يقتل طفل عشان أنا بحكي بس ما تقتلوش أطفال اخسرت فوقت سيسا عروض بس أهم أهم واحدة فيهن أنا كل سنة بسوي خمس أيام بنفس الكوميدي كلاب مهرجان عشرين كوميدين عربي إحنا بنجيبهم أسبوع ونوص قبل قلونا إنهم لغوا كل إشي الجامعات لغوا الشغل تبعي كل الستاند أب كومي في أمريكا لغوها بس شو الحلو في استاند أب كومي؟ هن لغوا من هان وأنا حجزت من هان الجامعة تلغيني أجيب مصرح في واشنغتن دي سي كوربوريشن تلغيني أكل أصحابي طارقة باللغة في رينبو ثياتر زكت يا زلمة زكت أنا بحب المكياج أنا بحب المنسف هذول الشغلات بدهم دولارات بدهم دانانير يلا نسوي شيو في الغينبو والشرق الأوسط زكتتني زتتني أمريكا والشرق الأوسط زتتني هي زكتتني وإحنا دايما بنقول فيش واحدة بس أنا بحس إن في وحدة أتذكرت إن في 2002 بدأ في الأردن بالعربي ولا عمره صاد ستند أب كاملي لأنه إحنا سوينا مغامرة بعمال ولما أنا خفت في أمريكا وخسرت كل شيء وقلت كيف بدي أدفع التأمين الصحي تلفون واحد على عمال وزقطوني وهيني جاهز إيجي أحكي لكم كل القصة وأضح تشم وأضعهم بالحكس يعني أنا كثير بقدم لك كل الإحترام طيب شو قالوا لك لما لغوا لك الحفلات تبعتك بأمريكا؟ كل واحد كذبة ثانية شو؟ قل واحدة كذبة ثانية أول الكلاب قالوا لي الأمان إحنا خايفين إن حدا ييجي يصفكك جافير يغمي كنينة على رأسك قلت أنت تخافوش أنا بجيب السكيري معي ثمانية بجيبهم حيت بحط حولي زي الجدار بكون حولي قالوا لي باي الشركة كبيرة كبيرة اللي لغت قالت لي عشان أنا بحكي عن رئيس أمريكا قاتل بكز أنا دايما بحكي عن جو بايدن جينيسايد جو اسمه جينيسايد جو قالوا أنت بتحكي عن الرئيس قاتل استغربت من هذا بكز كل الوقت ترامب كان رئيس كنت تخوط عليه ليل النهار شعرة بشرة كل العكل تبع وأنا عمره التغيشي أمريكا اتغيرت دايما إحنا فكرنا إحنا حريين إحنا كوميديانز بنحكي زي ما بدنا ولا بسجنونا ولا بضربونا ولا بلغوا الشغل لا تغير تحكي كلمة واحدة عن جو بايدن باي باي الشغل تبعك باي باي يعني إش بيخيف وهو قربت تنتهي ويلايته كمان أه وراح تنتهي بكز أنا شو بساوي أنا باعلم في جامعة برنسطن وهذول الطلاب اللي هلا هايجين ولا إش في الدنيا راح يوكفهم ليش؟ ربيو مع السوشيو ميديا زي اللي فاطمة بتسوي لنا ربيو مع السوشيو ميديا بيحكوا انجليزي عندهم علاقات مع ناس بلبنان بالكونغو بسودان بيمن بالأردن وهذولا صاروا أصدقائهم بتفرجوا على اللي بيصير بغزة هذولا اللي بالنص اللي مش ميتين ومش عايشين وبيحسوا معاهم صارت أجان وحدة بين الناس اللي بنقول إحنا بنا نعيش إحنا بنا أطفالنا يعيشوا بالسيرة إحنا بنا العاقة ما في عيب في العاقة بس إنا إحنا نسوي عقاق بالعمادة هاي أكبر عيب سو أنا كدما أنا بركد ركد من أمريكا وبقول بدي عيشان وبيديش أرجع أنا اجتير اجتير مبسوط وفخور في الطلاب وشو عم بيسووا فتوقع الطلاب بأمريكا بالجامعات الأمريكية رح ينتصروا ياس رح ينتصر ياس ياس نجاز أكبر غلطة سوات الجامعات انهم طبوا عليهم هذولا مش زينة هذولا ولا وعمرهم حدا سفاكهم حفاية في وجههم وهلا جايين الشرطة يطبوا عليهم هذولا رحين هيجوا فيش اشي بيوكفهم وبعدين الفصل انتهت وهذولا معانتهم مش أيشي يساووا في الصفية فاضيا نشغال واحنا راحين نكون شغلتهم راحين يحررون ضلوا هما مخيمين لهذا مخيمين يعني بتتوقع انه التغيير رح يبلش زي الأجيئين بتتوقع انه التغيير رح يبلش من الجامعات الأمريكية ميسون نو التغيير بدأ من غزة وفلسطين مفهوم بس ما بعد بالغرب من وين التغيير رح يكون يعني احنا اللي عم نشوفه بالجامعات سابقة انا بقول ان شاء الله ان شاء الله ان الطلاب بغيره بس التغيير بيجي بس في طريق واحد الناس قاطعوا كل اشي اذا خنقوا امريكا وفيش مصاري وفيش ناس برمو في مصاري هذا اللي رايح يكون خراب الديار والأول خطوة كانت الجامعات بقاذ الجامعات خسوا شوهم مصاري عن بلغه في الـ graduation graduation مصاري هاي كلها راح هاي اول خطوة انك تضايكيهم المصاري بس انا بدي اقول ايش انا مستغرب مش لازم اكون مستغرب بس الشوارع معنا الناس وما تعبوش مش بس الطلاب ختيارية ناس من وين ما كان الناس معنا الناس معنا انتي بتقولي stand up comedy انتي علمت الناس شو فلسطين ولا شو اسلام ولا شو سير بطاضي انا هلا بطط لازم اعلمهم كان زمان اقول ايش بالسطيني يقولوا لي لا تحكيش هيك عن حالك ولا اوه فاكستان حلو بتعرفي امران كان واقولهم لا فلسطين بالسطين هلا بقول فلسطين ويقولون لي اوه انا اعلم مش الرد اللي بدي اياه بس هلا اكلم بعرفوه حلو طب بصير نعرض بعض اللقطات من stand up comedy اللي قدمته ميسون باكتر من مكان موسيقى موسيقى أنا أعطيه من المشاركي وأنت أعطيه ويأت أطبق من الأحيان في هذا الموقع كل مجموعة تاريخ في هذا المكان تتخليم التالي أنه لا يجب أن يبينها منها من النجاح بعدها لا يمونه سيستر ألا يكون إذاً، سنقل اشتركوا في القناة اشتغلت مع هولوود صحيح برأيك او من اللي انتي شفت مشاهداتك قديش اللوبي الصهيوني مسيطر على هولوود كصناعة للسينما والافلام بحس انها مسيطر على السياسة اكتر وبحس انها هولوود دائما لاحق المصاري وينما هي بتشوف المصاري بتلحكها بس انا الشغل تبعي اكتير اتأثر في هولوود عشان انا فلسطيني بعرفش اذا هذا عشان الصهيونية قالوا واقفوا صوتها نصطوها ولا اذا الخوف من الفلسطينية من احنا ان احنا فلسطينية اللي وكفني بس اني انا فلسطيني وكفني اكتر من العاقة ليش هذا اشي ما فيه كتير ناس من مرة عندهم عاقة جسديا ببينو ببينو على التلفزيون في امريكا دائما انه مثل ببين عاقة وبعدين بروح باخد اوورد وهو ما شاء الله فيش اشي ما لا بتفكري هذا اللي رايح اوكفني لا كتير ناس بيقولوا يا الله نزيزة وبدنا نعطيها شانس بس فلسطينية بتطلش تقول بدها حكومة للفلسطينية كيف بدنا نشغلها فكري في هاي الموضوع انا الناس بدهمش يشتغلوا معي عشان انا بدي حقوق انسان عشان بديش الناس يقتلوا اولاد هذا موقف شغلي انا باقول لك انا بديش اشتغل معاهم انا بديش اشتغل معاهم انا كاعدت عالكانباية هان وكتلت خلاص انا هذا الفيو تبعي بظل هان معتش احسني والله اهلا وسهلا انا ما بدي اغير هوليوود انا بدي ابني اشي الحالي انا عندي بردوكشن كمبني بدنا نسجل فيلم بضحك بمو الضحك بفلسطين وهم سويين حتى تخطيط انا اذا صار اشتياح عادي بنعرف انصور واحنا محصورين وجوه والفيلم تبعي الكرو كله نسوان من الدي بي للمكياج الكاميرات كله مرأة والاميركان قالوا اه هذا عشان انتي مسلمة ومش مسموحة تشتغلي مع الاسلام قلت لا عشان المرأة موجودة وفيش حدا بشغلهن سو انا بقول نبطل نجرب نغير هوليوود هن بدهم اشي انا زي ما بقول لجيل الشباب والبنات اذا هو ما احبك ما بدك اياه انا بحس نفس الاشي بي هوليوود انتو انصورية انتو سوبرامسس انتو ما بتحبوني انا ما بدي اياكم انا ببني اشي من السفل للسكفية بدون شم وبخلي هوليوود اضغار من كان كان ان شاء الله ان شاء الله ميسون انا كتير فخورة فيك وانا كتير مبسوطة انك اليوم معنا مرة تاني رح نرجع نذكر انو حفل ميسون زايد اليوم بمسرح الرينبو الحفل بحمل اسم بنت بلد رح ترويلكم احلى القصص بطريقة كاميدية اليوم على الساعة سبعة المساء ساعة سبعة ان شاء الله انا كتير مبسوطة مرة تاني بوجودك شكرا اليك وكتير سعيدة اني تعرفت عليك وتشرفت بحضورك معنا اليوم بحلوة يا دنيا اهلا وسهلا فيك نتمنى لك كل التوفيق شكرا اليك الميسون الدنيا كانت حلوة كتير معك يا ميسون شكرا حبيبتي شكرا اليك شكرا اليك شكرا اليك شكرا احلا وسهلا احلا